السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الحلقة الثانية والأربعين من دروس تعلم اللغة التركية من المقالات الأخبارية مقال اليوم عن البعبع الذي يخيفنا عن المرض الذي يقف هاجساً أمام الكفيرين مرض السرطان ومقال اليوم يعطينا إشارة ويعرفنا بأن 70% من نسبة لإصابة بالسرطان سببها غذاؤنا فإذا انتبهنا لغذائنا يمكن أن نخفض نسبة احتمالية نسبة إصابتنا بالسرطان تخفضاً كبيراً وإذا لم ننتبه فإننا نعرض أنفسنا للخطر عنوان المقال كما ترون أمامكم بو بسين لري تكتان لرين كانسرايا كلان ماريسكي يزدى يتمشتر الذين يتعرضون لهذه الأغذية يتناولون هذه الأغذية نسبة خطورة إصابتهم بالسرطان هانجي بسين لرين كانسرايا تتكك لديني أورنمن صادق لياشام أطلجاك أونملي أضم لردان بري أولدونو بليرتان بس لنما أزمانو ودييتسيان صافية كوتشييت الآن عندنا طبيبة ومختصة في الأغذية اسمها صافية جوتشييت هي التي كتبت هذه المقال وقالت إنه من المهم جدا من أهم الخطوات أن نعرف الأسباب التي تحمينا من السلطان والتي تحرض السلطان يعني تزيد نسبة الإصابة بالسرطان هانجي بسين لرين أي أغذية تحمي من السلطان هانجي بسين لرين أي أغذية كنسري تتك لديني تحرض السلطان تزيد نسبة الإصابة بالسلطان أورنمن معرفة هذا صالق لياشام من أجل الحياة الصحية صالق لياشام الحياة الصحية من أجل أطلجاك أونملي أضم لردان بري أطلجاك سيتخذ أونملي مهم أضم لرد الخطوات بري من من الخطوات المهمة التي تتخذ ألدونو بري أحدها أحد الخطوات المهمة التي تتخذ ألدونو أنها بليرتان الذي حدد هذا وعرف عن هذا وعرف بهذا بس لنما أزمن المختصة بالتغذية ودياتيسيان والمختصة بالرجيم صفية كوتشيت اسم هذه السيدة ماذا قالت بين قوسين نأتي الآن إلى كلامها يبلان تشلش ملر بس لنما كان سرائت كسين يوزد أون إلى يزد يتمش أرالين دا ألدونو جوستريور الأبحاث التي أجريت تظهر أن الأغذية التي نتناولها تؤثر على نسبة الإصابة بالسرطان ما بين 10 إلى 70% يبلان تشلش ملر الأعمال التي أجريت يعني الأبحاث بس لنما الأغذية بس لنما كان سرائت كسي تأثيرها على السرطان مرض السرطان أثر الأغذية على مرض السرطان يوزد أن بالمئة عشر إلى يوزد يتمش إلى بالمئة سبعين أرالين دا بين هذه النسبتين ألدونو أنه جوستريور تظهر الأعمال فاكذا تظهر نعيد قراءة هذه الجملة يبلان تشلش ملر بس لنما تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان بسبب الأغذية هو مسؤولية. تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان بسبب الأغذية. تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان بسبب الأغذية. تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان. 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 فاصلة الآن تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان. تحفيف خطورة الإصابة بالصرطان. الآن ماذا قالت ماذا فعلت هي الآن الفاعل أخذت وظيفة الفاعل في الجملة وظيفة الأزنة كما يقولون في القواعد التركية إذن هذه الطبيبة ماذا فعلت آخر كلمة في الجملة هذه المختصة في التغذية أكدت أكدت على ماذا؟ أكدت على أن أهم الأبحاث التي تقام الآن هي الأبحاث التي تقوم على التغذية على المأكلات والمشروبات وأثرها على صحتنا تكتلان ياجاكلار ياجاك وإيشاكلار تكتلان المستهلك الذي نستهلكه ياجاك المأكلات وإيشاكلار والمشروبات كان حصل مرض العصري أزرنا عليه أولم لؤلم سوس إتكيلاري أثرها الإيجابية والسلبية الأغذية والأشربة أثرها على مرض العصر يعني على مرض السرطان أثرها الإيجابي والسلبي ألمدو ألمسوز إتكيلاري إتكيلار الأثار أزرين دا على هذا يعني على هذا الموضوع أنتوك أراشترما يابولان كونولاردان بري أنتوك الأكثر أراشترما أبحاث علمية يابولان تعمل كونولاردان من المواضيع بري أحدها أحد أكثر المواضيع التي تقام عليها أبحاث علمية أو دون أنها ورغولة أكدت أكدت على أن تأثيرات سلبية والإيجابية للأغذية على مرض العصر على مرض السرطان هذه التأثيرات أحد أهم المواضيع التي تقام فيها الأبحاث المعاصرة نعيد خراءة الجملة هذه الجملة الطويلة أنتوك أراشترما يابولان كونولاردان بري ألدون الجملة الجديدة هذه المختصة التي عبرت عن أن المعروف في الوسط العلمي أن أثر الأغذية على السرطان تؤثر بنسبة 30% بس لنما شكلي شكل التغذية نمط التغذية عند الإنسان تأثيره على تشكل السرطان وسطيا وسطي تأثير العادات الغذائية على حدوث السرطان يزدأ تزؤل راك على أنها 30% قبول جردونو يعني يقبل هذا يرى قبولا لهذه النسبة هذه النسبة المقبولة والمعروفة في الوسط العلمي بليرتان كوتشييت كوتشييت التي حددت هذا التي قالت بهذا فاصلة الآن هم يقولون الفاعل ويصفون الفاعل بكل ما قال ثم يذكرون أقواله أو أشياء أخرى طيب شن لرسو الذي هكذا قالت قالت هكذا ماذا قالت الآن بيقوزين أولا قال المقال أن هذه الكاتبة التي أكد أو هذه المختصة التي أكدت على هكذا وكذا ولفتت الانتباه إلى هكذا وكذا هكذا قالت ماذا قالت؟ بين قوسين يادا وهيوان صل بروتين دان زنجين بس لن ما الآن هي قالت هنا عنوان هذه الفقرة ابتعدوا عن هذه الأغذية عن أي الأغذية نبتعد؟ يادا عن الدهون وهيوان صل بروتين دان زنجين بس لن ما أو نقرأ حتى نرى الفاعل ربما يكون الفاعل شيء آخر طيب نقرأ الجملة كاملة حتى نستطيع أن نفهمها يادا وحيوان صل بروتين دان زنجين بس لنما وتم طهل ürünleri تکетلنب المكتفقاتي باستفقاتي باستفقاتي صفحة الحصفة لا يضاوأ للإمكانية صفحة المكتفقاتي باستفقاتي في تشكك الى السرطان هذه الأشياء يمكن أن ترتب على أنها أسباب لحدوث السرطان أو من الأشياء التي ترفع نسبة الإصابة بالسرطان ترفع نسبة احتمالية لإصابة بالسرطان ما هي هذه الأشياء؟ نعيد قراءتها مع الترجمة ياضاً وهيوانسال بروتين دانزنجين بس لنما التغذية بالأطعمة الغنية بالدهون وبالبروتين الحيواني الأكثار من الأغذية التي تحوي بروتين حيواني ودهون يرفع احتمالية نسبة الإصابة والسرطان ثانياً الغذاء الآخر سوت وستقربوا بسنلرين يترسيز تكاتيل مسي سوت وستقربوا بسنلر يعني الحليب ومجموعات الحليب الحليب، اللبن، الجبن وهذه الأشياء يترسيز تكاتيل مسي استهلاكها بشكل غير كافي أيضاً من أسباب يرفع نسبة الإصابة بالسرطان احتمالية إصابة والسرطان قلة استهلاك الحليب ومنتجات الحليب ترفع احتمالية الإصابة والسرطان سوت وستقربوا بسنلرين يترسيز تكاتيل مسي استخدامها بشكل غير كافي يترسيز تكاتيل مسي سبزة وميفلرين أستكاتيل مسي استخدام أو استهلاك الأغذية الفواكه والخضروات بشكل قليل أيضاً يرفع احتمالية إصابة والسرطان إذن حتى لا نصاب بسرطان ينبغي أن نكثر من الخضروات والفواكه سبزة وميفلرين أستكاتيل مسي استهلاكها بشكل قليل يرفع نسبة الإصابة والسرطان يعني ينبغي أن تستخدم بشكل كبير وليس بشكل قليل أيضاً طهل وكروبقلقل قربو بسين لرين أزقل المصر التقليل من استهلاك الطهل يعني الطهل الحبوب وكروبقلقل والبقليات قربو بسين لرين أزقل المصر استهلاك البقليات بشكل قليل يرفع نسبة الإصابة والسرطان استهلاكها بشكل قبيل كثير يقلل نسبة الإصابة طيب أيضاً بدل استخدامنا للحبوب بقشورها نستخدم المصفات هذا يزيد احتماية الصلاة والسلطان يعني نبغي أن نستخدمها بغلافها أو هكذا بدل استخدام المصفات مثلاً الذي يقال عن الخبز الأسمر والأشياء السمراء أفضل من أشياء المصفات طامطه الأورنلري المواد التي تكون طامطهل يعني بالحب وقشوره يرينا بدلها صفلش ترلمش أورنلر استخدام المنتجات المصفات يعني المنقاة البيضاء تكتلمسي هذا استهلاك للأشياء المصفات بدل الأشياء الكاملة يؤدي أيضاً يرفع احتمال الإصابة السبطان أصب بصال بس لنما نفس الشيء أصب بصال بس لنما بس لنما التغذية على الأصب بصال البصال هي الأغذية البصال كما قال في المعجم هي الأشياء إذا صفيناها ما يبقى بعد التصفية يعني أصب بصال إذا صفينا المأكلات وأكلناها تصبح هذه المأكلات أصب بصال لذلك ينبغي أن نأكلها من غير تخلص الموادها مثلاً العصائر من غير أن نتخلص من هكذا أشياء نعم يعني ينبغي أن تتناول الأكذ الأغذية كما هي بدون تقشير زائد وتصفية زائدة وهكذا فازل الصو فازل توز توكاتيمي استهلاك الملح بشكل زائد أيضاً يرفع احتمال الإصابة بالسرطان فازل مكتار ده ألكول توكاتيمي استخدام الألكول الكحول فازل مكتار ده بمقدار زائد يعني استخدام الكحول بمقدار زائد شرب الكحول سفو يالر يرنا كطيغن أرلق لكل المصير سفو يالر يرنا بدل الزيوت والدهون السائلة كطيغ الدهون الصلبة يعني السمن وما شابهه أرلق ل بشكل كبير كل المصير استعمالها استعمال الدهون الجامدة بدل الدهون السائلة يعني بدل الزيوت السائلة بشكل كبير أيضاً يرفع احتمالية الإصابة بالسرطان الى القناة استخدام هذه الآشياء بشكل قليل يرفع نسبة HAS hace SPS استخدام زيت الزيتون بشكل قليل عدم الاكثار من زيت الزيتون يرفع احتمالية يصوفة بالسلطان عدم أكل السمك ترفع احتمالية العسل solution الزيت الزيت السمك أيضا أو دهون السمك اريد اوقي التقليل من استخدامها يرفع نسبة الإصت bows السلطان التقليل من أكل الجوز أو عدم أكل الجوز التقليل من أكل الفندق أو عدم أكل الفندق جيبي وأمثال هذه الأشياء يالطهم لر يعني البذور أصحاب الدهون المرتفعة أصدوك تلمسي استهلاكها البذور النباتية البذر الفندق الجوز والمكسرات استخدامها بشكل قليل أيضا يرفع احتمالية لصلاة السلطان والأفضل استهلاكها من غير تمليح استخدامها كما هي بسن لرن هزر لن مصن دا ينلش ايغولاملر وبيتامين كايبلر من أسباب الإصابة بالسلطان أيضا طبخ الطعام بطريقة تفقده قيمته الغذائية بسن لرن الأغذية هزر لن مصن دا في تجهيزها في تحضيرها ينلش ايغولاملر ايغولاملر تطبيقات ينلش خاطئة وبيتامين كايبلر وفقدان الفيتامين نأخذ الغذاء فنقليه أو نطبخه بطريقة معينة تجعل فيتاميناته تذهب وتجعله طرق تحضير الخاطئة للطعام ليست الخاطئة التي ليست وفق الأصول والعادات لا بل الخاطئة التي ليست وفق نصائح الأطباء أيضا من الأشياء التي تزيد لنسبة الإصابة بالسلطان هطالب شرميون تملري إلى بسن دا كانسيروجين مادلرين ألوش مصي وبن لرن وجود ألن مصي طرق الطبخ الخاطئة التي تؤدي إلى تشكل المواد السرطانية ودخول هذه المواد إلى الجسد هطالب بشير ما بشير ما طبخ هطال الخاطئ ينتم لري طرق طرق الطبخ الخاطئة إلى بطرق الطبخ الخاطئة بسن دا كانسيروجين مادلر ألوش مصي بسن دا في الغذاء كانسيروجين مادلرين ألوش مصي تكون المواد المسرطنة في الغذاء نتيجة استخدام تغليف غير مناسب بلاستيكي أو أشياء أخرى ونتيجة طبخ بطريقة معينة وهذه الأشياء نعم تجعله تؤدي إلى تشكل المواد السرطانية وتنتقل إلى الجسم مع الأكل وبن لرن وجود ألن مصي وأخذ هذه الأشياء إلى الجسم يعني تناولها بعد طبخها عدم الاحتفاظ بالطعام بالطريقة المناسبة يعني احتفاظ بالطعام أو تخزين الطعام بطرق غير جيدة غير مناسبة أيضا يؤدي يرفعوا احتمالي لإصابة السلطان بسن دا الأغذية في شروط غير مناسبة تخزين الأغذية بشروط غير ملائمة غير مناسبة بدرج حرارة غير مناسبة بصفات غير مناسبة إلى نتيجة لهذه الأشياء أذلك لبشكل خاص طهل لردة في الحبوب بهارات لردة وفي البهارات ويالطهم لردة وفي المكسرات ويالطهم لردة يعني في الحبوب الزيتية توكسين وكف ألوشمو تشكل مادة التوكسين والعفن كف ألوشمو قد قمت دلري هذه الأشياء تسبب ترفع احتمالي لإصابة السلطان أيضا أشياء أخرى قد قمت دلري إيشاران هزر قدالر الأغذية الجاهزة التي تحوي على مواد حافظة قد قمت دلر مواد زائدة مواد حافظة إيشاران التي تحوي هزر قدالر الأغذية الجاهزة التي تحوي على مواد حافظة فازلا مكتار داتو كانت تلمسي استخدامها بشكل زائد قانسر أولوشوموندا في تشكل السرطاني اتكليبس لنما إلى الجليفاكتور أولاراك صرالنابلير اتكليبس لنما التغذية المؤثرة إلى الجليفا ما يتعلق بها فاكتور لار أولاراك على أنها أوامل صرالنابلير يمكن أن تركب كل هذه الأشياء التي ذكرتها من أين؟ من هنا من بداية القوس تتكلم عن العوامل التي تزيد السرطان والعوامل التي تنقص السرطان فيقول لنا استخدام القليل لهذه المواد يزيد احتمالية إصالة السرطان ويقول لنا أيضا استخدام الزائد لهذه المواد يزيد احتمالية إصالة السرطان قصلا كما قال لنا استخدام الحليب ومنتجاته بشكل قليل يرفع الاحتمالية لكن على العكس استخدامها بشكل كبير يقلل هذه الاحتمالية ويبقى نسأل الله العافية والصحة دائما عنوان يكمل المقال يقول لنا تزلق دالرة دكت انتباه إلى الأغذية المملحة تزلق دالرة إلى الأغذية المملحة دكت انتباه يقول تقول ماذا قالت هذه المختصة؟ قالت بعض أنواع الأغذية لأسباب خاصة يمكن أن تسبب أنواع خاصة من السرطان ما هي هذه الأغذية؟ سنقرأها الآن أغذية معينة تسبب سرطانات معينة ديتيسيان كوتيت هذه المختصة بالتغذية والتنحيف ماذا تقول؟ باظ بسين لر بعض الأغذية أص بشكل قليل يد فازل أو بشكل كبير تكتل ما سي استهلاكها بعض الأغذية استهلاكها القليل أو الكثير باظ سبيسيفيك كانسر تورللاري سبيسيفيك كانسر تورلاري كانسر تورلاري أنواع سرطان سبيسيفيك الخاصة تتيك لدينا تهيجه ترفع احتمالة إصابة به فيما يتعلق بهذا هناك أعمال موجودة هناك أعمال موجودة يعني هناك أبحاث موجودة في هذا المجال سجلت يعني تحدثت عن هذا تكلمت عن هذا بين القوسين ماذا قالت؟ حسبي الله نريك الكهبة لكننا نحب القهبة فماذا نفعل؟ كهبة المحليات الصناعية أحيانا نرى أشياء حلوة لكن يكتب عليها خالي من السكر هذه فيها محليات صناعية مضرة جدا أو فيها نسبة من الضرر حتى لا نبالغ المحليات الصناعية ماء الشرب الذي يحوي على الكلور ألكول والكحول هذه الأشياء الأربعة قهبة أربعة أشياء ماذا تفعل؟ مسانة كانساري تؤدي إلى سرطان المثانة فازلة إنرجي ألم استهلك الطاقة بشكل كبير واحد الكحول سيدانتر يشام طرز الحياة المريح جدا الكسول التنبل ما اسمه؟ قلنا؟ سيدانتر يشام ماما كانساري هذه الأشياء تؤدي إلى سرطان السري استهلاك الطاقة الزائد استهلاك الكحول طرز الحياة الكسول قليل الحركة يؤدي إلى ماما كانساري سرطان السري نكمل فولات إكسيكلي نقصان مادة الفوليت أو هكذا اسم مادة رحيم كانساري يؤدي إلى رحم سرطان الرحم من أراد أن يتبسع في هذا المجال يمكن أن يكسر حبض الفوليك أين يوجد هذا؟ نقصانه يؤدي إلى سرطان الرحم أو يرفع احتمالي لإصابة سرطان الرحم فازلياتوكاتيمي دويموشياغ كرمزئة ألكول أزليك لابيرا دوشوكليف سبزاتوكاتيمي هنا يوجد خطأ هذه الفاصلة ينبغي أن لا تكون دوشوكليف لا يوجد بعدها فاصلة لأنها سوصف للسبزاتوكاتيمي سيدانترياشام كلوريكتال كانسر هذه الأشياء تسبب سرطان الأمعاء أو المستقيم ما هذه الأشياء؟ نعيدها فازلياتوكاتيمي استهلاك الدهون بشكل زائد دوم الشاغ والدهون المشبع أيضا كرمزئة اللحم الأحمر استهلاكه بشكل زائد أربعة ألكول أزليك لابيرا خصوصا البيرا استهلاكه دوشوكليف سبزاتوكاتيمي استهلاك الخضروات قليلة الألياف يعني عدم استخدام الخضروات دوات الألياف الكثيرة سيدانترياشام الحياة الكسولة قليلة الحركة طعم نمط الحياة قليلة الحركة هذه خمس أشياء أيضا خمس أشياء فقط كلوريكتال كانسر هذه الأشياء تؤدي إلى كلوريكتال كانسر سرطان الأمعاء أو سرطان مستقيم طيب أشر ألكول استخدام الكحول بشكل زائد سيجارة التدخين تزلوك ترشو تزلوك ترشو ترشو هو نقول له المخلل تزلو المالح أمثال هذه الأغفية الثلاثة الكحول الكحول ليست غذاء وسيجارة ليست غذاء لكن تزلو ترشو المخلل المالح جدا أمثال هذه الغذاء وأمثال هذه الأغفية هذه ثلاثة صارت الدوشو كفيتامين ومئنرال Pengiałان استهلاك القليل يعني نقص استهلاك الفيتامينات والمعادن دوشوك فيتامينや 민رالI خامسة فاضلاء فيتامین طابلتي كلنم استخدام حبوب فيتامين A بشكل زائد يعني كشكل دواي طابلت نأكله في ثمابة استهلاك الزائد لفيتامين A إحت houpp اقراص wieتامين A هذه أربع أشياء أغز إتشي وأغز أوفاقوس كانسري تؤدي إلى سرطان الأغز إتشي داخل الفم وأغز أوفاقوس كانسري سرطان الأغز أوفاقوس ترجمتها منذ قليل لكني نسيتها فماذا كانت؟ كوبي إذا قلنا لا يخرج عندنا القاموس لأنني خرج الإنترنت طيب إذا نظرتم في جوجل ترانزليت فسوف تجدون ما هو هذا السرطان بسهولة جدا سرطان الفم أغز إتشي سرطان داخل الفم وسرطان الأغز أوفاقوس نعم أيضاً هباتيت فيروسو إنفكسيونو هباتيت فيروسو سرطان لا سرطان ليس سرطان فيروس الالتهاب الكبد إنفكسيونو العدوى العدوى بفيروس الالتهاب الكبد فازلاء الكول ألمو استخدام الكحول بشكل زائد دمير يوكلاميسي استهلاك الحديد بشكل زائد أو هكذا توكسيك بلشانلرين بيريكيمي تراكم السموم التوكسيك اسمها أفلو توكسين اسم المادة تراكمها في الجسم أيضاً أربعة هذه الأشياء الثلاثة كراجيار كانسري تؤدي إلى سرطان الكراجيار كالسرطان الكبد العدوى بفيروس الالتهاب الكبد استخدام الكحول بشكل زائد والحديد الزائد والدمير يوكلاميسي رفع الحديد نعم وتوكسيك بلشانلرين بيريكيمي تراكم التوكسيك أيضاً سرطان الكبد أيضاً سيغارة كلانان كيشيلر الأشخاص الذين يستخدمون السيغارة يستخدمون السيغارة يدخنون بكاروتان تابلتي كلانهم استخدامهم لأقراص بكاروتان الذين يدخنون يستخدمون أقراص اسمها بكاروتان أنا لا أعرف ما هي الأقراص ولا أجد لها معنى في القموز لا أعرف معنى هيكتب في التعليق نعم أكجير كنسري عندهم خطورة الإصابة بالسرطان الأكجير الرئتين يعني ينبغي أن نتاعد عن التدخين طبعاً وعن الجلوس مع المدخنين أثناء تدخينهم هم إخواننا أحبابنا أقرباؤنا لكن أثناء تدخينهم هم كشخص في حالة يعني تؤذي فنبتعد عنه حتى ينتهي ثم يجلس معنا والشخص المدخن صاحب الذوق السليم لا يحب أن يؤذي أحد إذا أراد أن يؤذي نفسه يبتعد إلى نكان بعيد يقتل نفسه كما شاء ثم يعود إلى أحبائه فلا يؤذيهم خصوصاً لأطفال الصغر فإنه يؤذيهم جداً والحوامل وهكذا التدخين قرب هؤلاء جريمة ولا يقل خطورة عن شخص يعني يضرب الحامل أو يضرب الأطفال ضرب الأطفال وإذاؤهم الجسدي ليس بأبشع من التدخين أمامهم تأتي قرب الطفل وتدخن وتجعله يستنشق المواد السامة يعني تريد أن تسمم نفسك أو نفسك لا مشكلة لكن لا تقتل أحداً ولا تؤذي أحداً طيب نكمل فاضلا ياغ تكاتيمي استهلاك الزيوت بشكل زائد أذلك لا إتكاينقل دويموشياغ خصوصاً أذلك لا إتكاينقل ذو المصادر اللحمية يعني من اللحوم دويموشياغ الدهون المشبعة بشكل خاص الدهون المشبعة من مصادر اللحوم يعني مصادر حيوانية بروستات كانسري تؤدي أو ترفع احتمالية الإصابة بسرطان البروتوستات بروستات 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 نعم كفلاً مش الذي كفلاً مش كفلاً ماك هو التعفين الذي قد تعفن تسلن مش والذي تبخر أو تفحم أو هكذا ويا تزلن مش أو الذي تملح جدلر فاضلا تكاتيمي استهلاك الزيوت للأغذية المملحة والأغذية المعتعفنة والأغذية المبخرة أو الأغذية المدخمة وهكذا أشياء هذا ماذا يؤدي إلى ماذا فاضلا تكاتيمي ألسرى ندن أولان بكتيري إلى إنفكسيون ميدا كانسري أولوشمو أزرنا أولمسوز إتكي يب مكتدر طيب هذه الأشياء كما قلنا الملح الزائد والعفن وهذه الأشياء وألسرى ندن أولان بكتيري والبكتيري المسببة للقرحة ألسرى قرحة ندن أولان المسببة للقرحة بكتيري البكتيريا إلى إنفكسيون الإصابة بالعدوى بهذه الأشياء ميدا كانسري لسرطان المعدة أولوشمو في تكونه أولوشم تكون أزرنا عليه يعني على تكونه أولمسوز إتكي ذات أثر سلبي يب مكتدر تقوم بأثر سلبي ديا كومشتو هكذا تكلمت مختصة بالتغذية انتهى المقال الآن آخر سطر ماذا يقول خارج المقال هذا لكن لا بأس بأن نقرأه فأستاذي قد قال عندما سألته ماذا أقرأ قال اقرأ كل شيء كل شيء كل شيء حتى لو وجدته على ذنب الحماري قد كتب كلاما فلا تتركه حتى تقله قنون أن أنملي منشت لري إتشين تيكلاين تيكلاين اضغطوا هنا قنون اليوم أن أنملي منشت لري من أجل أهم أخبار اليوم اضغطوا هنا نعم نعم هذه هي أهم الأغبية التي تؤدي إلى ترفع احتمال الإصابة بالسرطان والأغبية التي تخفف الإصابة بالسرطان يعني إذا أردنا أن نختصر الأمور فينبغي أن نتجه إلى البساطة أن نكثر من الخضار والفواكه والمأكلات ذات الأصول النباتية أن نبتعد عن حرق الطعام عن قليه بشكل زائد عن إضافة المنكهات والبهارات الزائدة حتى نحافظ على صحتنا سليمة ومن الأفضل لنا أن نعيش آخر أيام عمرنا ونحن نتحرك ونحن نشيطين عن أن نعيش آخر سنوات عمرنا في المشفى أو في السرير لا نستطيع أن نرفع رأس كأس المائي إلى فمنا أتمنى لكم جميعا السلامة والصحة والعافية المستمرة والطاقة الزائدة دائما دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا تلخيص هذا المقال وسأضع رابط المقال في مربع الوصف إلى اللقاء